السلام عليكم نرحب بكم في جامعة ميد أوشن الإمارات الجامعة الرائدة في برامج التعليم عن بعد حيث تقدم الجامعة برامج الفاكاليريوس والماجستير والدكتورة في 25 تخصصا مختلف من بينها الإدارة والإعلام والقانون الرقمي والأمن السبراني وغيرها أساد الحضور أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ندوة اليوم بعنوان إدارة الحملات الإعلانية يسرنا ويسعدنا أن يقدم لكم هذه الندوة أستاذ خطاف الخطاف وهو إفصالي التدريع الرقمي حاصل على درجة الماجستير في طرق التدريس وحائز أيضا على جائزة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز آل سعود في المعرفة الرقمية على مستوى المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ خطاف كما يسرنا أيضا ويسعدنا وجود دكتور شيرين كدواني عميد كلية الإعلام والتسويق الرقمي بجامعة ميد أوشن أهلا وسهلا بك دكتورة شيرين أهلا وسهلا بك أستاذ أميرة شكرا على مقدمة طبعا بشكر أستاذ خطاف إن شاء الله تكون ندوة سريعة وبنشكره أنه تعاون معينا أول ما وجهنا له الدعوة إحنا بطبيعة الحال طبعا عندنا طلابنا في كلية الإعلام والتسويق الموضوع الخاص بإدارة الحاملات الإعلانية يخص التخصصين وإن شاء الله الطلاب يستفادوا يمكن إحنا بنكون حريصين طول الرحلة التعليمية أن إحنا لا نكتفي فقط بالمحاضرات ولكن أنه في أيام التفرق زي الجمعة والسبت يبقى عندنا ندوات نستضيف فيها أصحاب الخبرات العملية فإن شاء الله تكون ندوة أنا ما أسمع أي صوت إن شاء الله تكون ندوة سريعة وواضح بس أنه وضيف إحنا بنعتذر على المشكلة دي ومش سمعنا بس إن شاء الله هو مجاهز بوربوينت وإن شاء الله جميعا حضراتكم تستفيدوا شكرا طيب شكرا لك أستاذة سمعون طيب ممتاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا بس أبغى أطلع الشاشة جميل إحنا راح نتكلم اليوم بمشيئة الله عن إدارة الحملات الإعلانية وأنا أعمل في هذا المجال تقريباً من عام 2015 أو نهاية 2015 بداية 2016 التسويق الرقمي كان تعلم ذاتي بالكامل بعد كذا تعلمت مبادئ علم التسويق عن طريق كذلك التعلم الذاتي وبالتعرف على بعض الأساتذة الأفاضل الدكاترة في جامعة أميرك سعود وعقد جلسات علمية اكتسبت منهم الخبرات العديدة الحقيقة وبناء على ذلك صار عندي تجارب لو نشوف مثلاً على سبيل المثال لو نشوف مثلاً هذه إحدى الحسابات الإعلانية اللي أنا أشرف عليها شخصياً حققنا منها بتكلفة 354 ألف ريال حققنا عائد قدرة 3 مليون و300 ألف ريال هذا حساب إعلاني آخر على منصة تويتر أنفقنا 67 ألف دولار وحققنا عائد قدرة 266 ألف دولار علشان كذا نحن بنتكلم عن القواعد العامة لإدارة الحملات الإعلانية وأي حملة إعلانية في الحياء هي مشروع وأي مشروع في الحياء هو يمر بمراحل يبدأ أولاً بمرحلة البدء بعدين ندخل على مرحلة التخطيط بعدين ندخل على مرحلة التنفيذ ثم مرحلة المراقبة والتحكم وأخيراً مرحلة الإنسان هذه القواعد الخمسة التي تشوفونها قواعد إدارة أي مشروع أي مشروع والحملات الإعلانية مشروع فراح نطبق هذه المراحل على نموذج تخطيط ابتكره بي آر سميث بي آر سميث ابتكر نموذج جميل جداً في التخطيط نسميه نموذج سوستك هذا النموذج لازم تتعلمه وتتقنه بشكل فعال لأنه فعلاً أملي وفعال ويختصر عليك كثير من الجهد والوقت وإذا احنا نتكلم عن الإدارة لابد أن يكون عندنا خطة وعندنا مؤشرات نمشي عليها فنموذج بي آر سميث أو نموذج سوستك يسمونه سوستك موديل هذا النموذج لو بنطبق على مراحل إدارة أي مشروع situation analysis هي مرحلة البدء والأهداف والاستراتيجيات هي مرحلة التخطيط والتكتيك والأكشن هي مرحلة التنفيذ وأخيراً الكنترول هو مرحلة التحكم إذا أنت حصل عندك استيعاب أو دمج بين مراحل إدارة المشاريع إدارة أي مشروع ونموذج سوستك بتخرج بهذا الدمج بنموذج عملي فعال جداً جداً في سوق العمل طيب تعالوا ناخذ نموذج سوستك جزء جزء هو يتكون من ستة أجزاء situation analysis معناه تحليل الوضع إحنا نبدأ نحلل الوضع بخطوات متعددة بنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل بعدين بعد ما نحلل الوضع ونقارن أنفسنا بالمنافسين ونعرف العملاء ننتقل إلى الأهداف نحط الأهداف اللي راح نشتغل عليها بعدين نحط الاستراتيجيات اللي من خلالها نحقق هذه الأهداف ثم نضع التكتيكات اللي من خلالها نحقق الاستراتيجيات ثم نرسم الإجراءات وفي الإجراءات نضع المكلفين ونبني خطة التشغيل زي ما يقولون وأخيراً أو مؤشرات الأداء اللي تبين لنا إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح ولا لا تعالوا قبل كل شيء نتكلم عن أربع عناصر مهمة قبل أي حملة إعلانية أي حملة إعلانية في أربع أشياء لازم تكون عارفها مضبوط العنصر الأول الميزانية كم ميزانية الحملة الإعلانية هذا السؤال جداً جداً مهم الشيء الثاني الاستهداف مين عميلك وين مكانه هذا أيضاً أمر جداً مهم الميزانية بعدين الاستهداف بعدين وقت الحملة متى بتبدأ ومتى راح تنتهي ثم أخيراً المنتج اللي إحنا عاوزين نبيعه إذن عندنا الأربع عناصر هذه أنا لما يجيني أي شخص يبغاني أسوي له حملة إعلانية أسأل عن الأربع عناصر هذه وأستفسر منه في الأربع عناصر هذه ليش لأن هذه العناصر بنظرة سريعة بتبين لي إذا كنت أنا كمسوق إلكتروني قادر على إدارة هذه الحملة ووضع الخطة لها وتنفيذها ولا لا لأن في عملاء غير منطقيين إطلاقاً على سبيل المثال عشان تتضح الصورة لكم لو جاك عميل أو أنت مثلاً عندك منتج عبارة عن ذهب أو ألماص ولكن خصصت لميزانية ألف دولار لمدة ثلاثين يوم تستهدف فيه النساء في مدينة الرياض هل الألف دولار منطقية مقارنة بالمنتج اللي هو منتج يعتبر غالي جداً غالي جداً جداً فلذلك لابد أنت تربط بين هذه العناصر الأربعة بحيث يكون بينها تناسق ومنطقية طيب نرجع إلى نموذج سوستك اللي راح نشتغل عليه بإذن الله نبدأ في أول مرحلة وهي قبل البداية طبعاً هي تحليل الوضع وتحليل الوضع نحن نتكلم عن تحليل المنافسين بالتفصيل وتحليل العملاء المستهدفين والتحليل الرباعي طيب خلونا ناخذها واحدة واحدة في تحليل المنافسين أنا لازم أعرف سرعة موقع المنافس أنا أتكلم عن تحليل أنا أتكلم عن حملات إعلانية رقمية تمام؟ علشان نكون محددين أكثر أنا علشان أبدأ آخذ مواقع المنافسين أو متاجر المنافسين وأول نقطة أنظر لها سرعة الموقع سرعة المتجر أو سرعة الموقع هي سر من أسرار نجاح الحملات الإعلانية لأن إحنا في وقت يمر يتميز بسرعة الوتيرة فالعميل لما يضغط على الإعلان وجلس ينتظر أكثر من ثلاث ثواني معناته الله يخلف راحة البيعة وأنت خسرت هذا العميل فسرعة الموقع جدا حساسة فمن التجارب إحنا عرفنا أن المنافسين الناجحين مواقعهم سريعة جدا 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 وليست بطيئة بالعكس البطء يكون سبب لخسارتك طيب عدد زوار مواقع المنافسين كم حصلوا على زيارات الشهر الماضي والشهر الذي قبله والذي قبله كم معدل زيارات الزيارات في مواقعهم الإلكترونية الدومين أو سلطة الدومين أو ما أدريش ترجماتها صراحة بالعربي لكن الدومين هو مقياس يعطى للدومين الدومين اللي هو الرابط اللي هو www.yourdomain.com الدومين المنافس في أدوات في الويب تخلينا نعرف درجة الدومين كل ما كان الرقم مرتفع كل ما كان الأمر سيء كل ما كان الرقم منخفض كل ما كان إيجابي ما في قاعدة ثابتة في الدومين الثيورتي لكن ضروري أنك تعرف الدومين الثيورتي تبع المنافسين علشان تعرف تشوف الفجوة بينك وبينهم كم الفجوة بينك وبينهم هل هي بعيدة أم قريبة أيضا من المؤشرات المهمة جدا 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 معدل بقاء الزوار داخل صفحات أو مواقع المنافسين إذا أنا أخذت رابط متجر منافس لازم أعرف الزوار كم هو معدل بقاء الزائر هل هو عشر ثواني عشرين ثانية دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق وبناء علي أنا أقارن مع نفسي وأشوف إذا كان معدل بقاء الزوار عند منافسين مرتفع فأنا في هذه الحالة لازم أرفع معدل بقاء الزوار في متجر وإلا فإن حملات الإعلانية محكوم عليها بالفشل طيب بنتكلم عن هذه الأشياء كيف نسويها في التحليل الرباعي طيب كذلك أعلانات المنافسين أنا مش منطقي إني أدخل بحملة إعلانية بدون ما أشوف الناس كيف قاعدة تعلن إيش التصاميم اللي استخدموها إيش الأساليب الإعلانية اللي استخدموها إيش النصوص الإعلانية اللي استخدموها استهدافهم هما استهدفوا مين بالضبط وإلى غيره من الأمور التحليلية طيب الأمر الثاني التحليل الرباعي التحليل الرباعي ينقسم طبعا هو سهل جدا ومشهور والخطأ اللي يقع فيه كثير من الناس أن المسوق أو المحلل يستخدم عمليات أو يقوم بعمليات تحليل منفردا بالحالة وهذا خطأ كبير جدا عمليات تحليل هذه ما نقوم بها بشكل منفرد بل لا بد من وجود فريق عمل ولا بد من أصحاب الشأن يكونون موجودين ونستخدم معهم أسلوب العصف الذهني حتى نصل إلى نقاط الضعف الحقيقية ونقاط القوة الحقيقية طبعا نقاط الضعف ونقاط القوة هذه داخل المنظمة أو داخل الشركة أو داخل المؤسسة ونقارنها مع المنافسين ففي السابق عندنا أجرينا تحليل المنافسين على سبيل المثال معدل بقاء الزوار عند المنافسين أربع دقائق أنا لما سويت تحليل لموقعي طلع معدل اكتشفت أن معدل بقاء الزائر في مسجري 10 ثواني إذن هذه نقطة ضعف والله أنا عندي الموقع بطيء الموقع المنافسين سريع جدا إذن أنا عندي نقطة الضعف الثانية الموقعي بطيء جدا والله أنا عندي مثلا على سبيل المثال الدومين أثيرتي على سبيل المثال 37 بينما المنافس 11 هذه نقطة ضعف كبيرة جدا وبناء على تحليل المنافسين أنا أضع نقاط الضعف أو نقاط القوة تمام ملاحظة مهمة جدا علاج كل نقطة ضعف هدف وهذا الفائدة أصلا من التحليل الرباعي المحافظة على كل نقطة قوة هدف تمام أعيد علاج كل نقطة ضعف هدف والمحافظة على كل نقطة قوة هدف طيب التهديدات والفرص التهديدات والفرص هذه متعلقة بالبيئة الخارجية للمنظمة على سبيل المثال معدل التضخم إحنا عندنا في السعودية أنا ممكن أدخل على الموقع السعودي المركزي البنك السعودي المركزي ويعطيني معدلات التضخم إحنا كمسوقين إلكترونيين لاحظنا أن معدل التضخم لما يرتفع تقل القوة الشرائية عند الناس على سبيل المثال في شهر يناير 2023 حصل ارتفع عندنا في السعودية معدل التضخم ووصل إلى 3.7 كل الحملات الإعلانية في هذا الوقت كانت ضعيفة جدا جدا ما كان فيها أي عائد على الرغم من أنها قوية جدا ولكن كان العائد طعيف بسبب ارتفاع معدل التضخم هذا تهديد فأنا لازم أتعامل مع هذه التهديدات بحذر وانتباع أشوف الأخبار الاقتصادية هل قراءات المحللين الاقتصاديين للتضخم للشهر القادم هل هو إيجابي أم سلبي كذلك الفرص اللي ممكن أنها تطلع لنا بعد تنفيذ الحملة الإعلانية على سبيل المثال كثير من الناس لما يسوي حملة إعلانية تأتيه فرص أنه يبيع بالجملة لكنه ما كان مهيئ لهذه الفرصة فأنا لازم أدرس السوق بشكل جيد وأشوف إيش التهديدات اللي ممكن تواجهني وإيش الفرص اللي ممكن تجيني في الطريق بحيث أني أضع لها سيناريوات وأكون جاهز لمثل هذه الفرص طيب نجي لتحليل العميل أو اللي يسمونا البرسونة شخصية العميل لازم أنا أعرف عمر العميل المستهدف لازم أنا أعرف مكان العميل هل هو في المملكة عربية السعودية هل هو في الإمارات هل هو في مدينة هل هو داخل حي من أحياء المدينة جنس هذا العميل هل هم الرجال فقط أم الإناث فقط أم الرجال والنساء معا كم أعمارهم وين مكانهم مستوى الدخل بالمناسبة هيئة الإحصاء عندنا في السعودية تطلع لك مثل بيانات مستوى الدخل تعطيك إياها المستوى التعليمي للشخص اللي أنا استهدفه آلام وتحديات ومخاوف العميل وهذه النقطة أنا ممكن أسوي فيها رسائل إعلانية من آلام وتحديات ومخاوف العميل المستهدف أيضاً اهتمامات العميل أنا ممكن أسوي إعلانات أو رسائل إعلانية وفقاً لاهتمامات العملة طيب المرحلة الثانية من مراحل سوستك اللي هي الأهداف أنا عندي في الحملات الرقمية أو الإعلانات أو التسويق الرقمي عندي ثلاثة أهداف لا رابع لها تمام؟ وكل المنصات الإعلانية مبنية على هذه الأهداف طيب الهدف الأول هو تعزيز الوعي أو الأويرنس الهدف الثاني الاهتمام يندرج تحت الاهتمامات والهدف الثاني التحول أو الكونفيرجن عشان أوضح لك الصورة في المنصات الإعلانية أنت لما يكون لما تسوي حملة بهدف الأويرنس أو تعزيز الوعي بعد فترة معينة تستخلص الأشخاص أو تستخلص الجماهير التي تفاعلوا مع إعلانك أو مع حملتك في تعزيز الوعي وتصنفهم كمهتمين تمام؟ هؤلاء اللي اهتموا بإعلانك أثناء مرحلة تعزيز الوعي خرجوا من مرحلة تعزيز الوعي ودخلوا في مرحلة صاروا مهتمين خلاص فأنا أسوي لهم حملات وهم داخل مستوى الاهتمام أي تفاعل منهم داخل مستوى الاهتمام يجعلهم مصنفين ضمن أهداف التحول أو الكونفيرجن بنتكلم عنها إن شاء الله قدام شوي في شيء يسمونه الاتصال الإعلاني الاتصال الإعلاني له مراحل وكل المنصات الإعلانية اليوم مبنية على أساس هذا الاتصال الإعلاني أوريكم صورة من داخل منصة تويتر على سبيل المثال لو نلاحظ العمود الأول الأويرنس فيه حملة واحدة اللي هي ريتش الوصول بعد كذا أي شخص يتفاعل معك في حملات الرييتش هو دخل ضمنيا في مرحلة الكونسدريشن أو الاهتمام فأنا ممكن أرسله فيديو أسوي فيديو في تفاصيل أكثر عن المنتج وأعيد استهدافه بحملة تستهدف الفيديو فيو أو ممكن أني أسوي له صفحة فيها إنفو جرافك وأسوي له حملة بهدف الويب سايت ترافك أو ممكن أسوي منشور أخذ رأيه فيه وأطلب منا إنجيجمنت إنه يتفاعل معي هذه كلها الحملات هذه تدخل ضمن الاهتمام تمام؟ حملات التحول أو الكونفيرجن زي ما إحنا شايفين اللي هي في عالم المتاجة الإلكترونية الشراء بالعربي لكن لو كنا جامعة زي جامعتنا الموقرة هذه يكون الكونفيرجن عندنا إن الأميل يدخل يسجل اسمه ورقم هاتفة أو البريد الإلكتروني هذا يعتبر كونفيرجن بالنسبة للأنشطة زي الجامعات المعاهد المستوصفات المراكز الطبية هذا هو الكونفيرجن في المتاجة الإلكترونية الكونفيرجن هو عملية الشراء لاحظوا معي الأهداف الحملات الإعلانية في منصة سنابشات لو أنا أبغى أسوي حملة إعلانية على سنابشات بيقول لي اختر هدف من هذه الثلاثة أهداف أو الثلاثة تصنيفات خلينا نقول طيب أنا لو سويت كونفيرجن مباشرة هل ينفع؟ ينفع بس بشرط أن المنصة الإعلانية يكون فيها بيانات للعملة علشان كذا إحنا إيش نسوي أنا لما يجين عميد يبغى مبيعات وهو جديد أنا لسه ربطت البكسل ولسه سويت كل شي فأروح أسوي حملة بهدف Drive Traffic أو Traffic to Web Site تمام وبعد كذا بعد عشر أيام أوقف الحملة وأخليها Web Site Conversion تمام الهدف من Drive Traffic to Web Site هو أن يكون فيه بيانات لازم يسير فيه بيانات إضافة سلة الوصول لصفحة الـ Checkout عمليات شراء بسيطة هو الهدف زيارات الموقع الإلكتروني لكن المبيعات ليست هي الهدف الحقيقي أنا لما بنتكلم إن شاء الله عن مؤشرات القياس وكيف نتعامل مع مؤشرات القياس لكن الهدف الحقيقي هو المبيعات لكن أنا سويت حملة بهدف زيارات الموقع الإلكتروني بغرض التمهيد أو الحصول على بيانات العملاء طيب أنا عندي هنا سؤال مهم جدا 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 إذا كان علاج كل نقطة ضعف في التحليل الرباعي إذا كان علاج كل نقطة ضعف هدف طيب إيش الفرق بين أهداف التي تتولد من التحليل الرباعي وبين أهداف الحملات الإعلانية أعيد السؤال مرة أخرى إذا كان علاج كل نقطة ضعف هدف في التحليل الرباعي ما الفرق بين الأهداف الناتجة عن التحليل الرباعي وأهداف الحملات الإعلانية أنا ما أعرف كيف أدير الإجابات الحقيقة لأنني ما أستخدم الميكروسوفت فأترك يعني أبترككم دقيقتين تفكرون في السؤال بعيد السؤال مرة ثانية إحنا تكلمنا عن التحليل الرباعي صح؟ هذا التحليل الرباعي لو كان عندي نقاط ضعف وحطيتها على جنب أني مثلا على سبيل المثال أنا عندي نقطة ضعف الموقعي بطيء أنا علشان أعالج هذه النقطة بحطها هدف تمام؟ ما الفرق بين أهداف الناتجة من التحليل الرباعي وبين الأهداف الحملات الإعلانية أنا صار كذا عندي تداخل في الأهداف إيش الفرق بين هذه وبين هذه؟ أترككم دقيقة للتفكير وبعدين أرجع لكم إن شاء الله أستاذها ميرا بس أستاذينك تكتبي في الشات أن نحن نستخدم الشات بأكاوسيل لدن حاضر يا دكتور ترجمة نانسي قنقر طيب الفرق جميل خلني أشوف نشوف الإجابات قد أن جميل لكن هل الصوت واضح يا جماعة؟ أنا جاني منسقة تقول الصوت مبواضح الصوت واضح يا أخواني أي تمام تمام ممتاز أشوف الأهداف الإجابات أفوا ممتاز خلوني بس أشوف الإجابات أعتقد أن أهداف معالجة نقاط الضعف تصب لمصلحة أهداف الحملة الإعلانية هدف علاج نقطة الضعف تحسين أهداف الحملة تخص المبيعات وزياد الطلب وبيانات الأولى أما تحويل نقاط الضعف لا تعتبر تخص الهملات فهي تخص طيب أهداف الضعف للتطوير والتحسين أما هدف الحملة لزيادة المبيعات وجذب الزباع طيب الفرق خلاص خليني أعطيكم الجواب الفرق بين الهدفين الفرق بين الهدفين هو الأولويات يعني إذا بنتكلم عن مستويات الأهداف إحنا لما نسوي أي أهداف في الدنيا لازم نحط أولويات فالأهداف اللي جت نتيجة التحليل الرباعي هذه نعطيها الأولوية القصوى في العمل قبل ما نسوي أي شيء خلونا نكون متفقين على هذا الأساس عشان ما نضيع عشان نكون ماشيين مرتبين واضح؟ أي هدف ينتج عن علاج نقطة ضعف يأخذ الأولوية قبل أي شيء خلاص؟ أنا ما ينفع أني أسوي حملة بهدف المبيعات وأنا موقعي بطيء أو موقعي فيه إشكيات أو موقعي سيء أو موقعي تصميمة سيء وضحت الصورة ما ينفع ما ينفع أبدا فالفرق في الأهداف هنا هي الأولويات أنا لابد يكون عندي نقاط الضعف ونقاط القوة والتهديدات والمخاطر والفرص هذه أنا أتعامل معها كأولويات قبل بدء أي حملة إعلانية أتمنى أن الفرق تكون واضح طيب نرجع للعرض نتكلم شوي عن الاستراتيجيات الجامعة الجميلة اللي استقطبتني للندوة المباركة استخدمت استراتيجية ما هي الاستراتيجية التي استخدمتها أو استخدمتها إدارة تسويق الجامعة ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها الجامعة في هذه الندوة هم اعتمدوا على التسويق بالمؤثرين اعتمدوا على التسويق بالمؤثرين عن طريق تقديم قيمة للعملة يعني أنت يا عميل تعال إحنا بنجيب المشهور الفلاني يتكلم عن الحاجة الفلانية ومقابل أنك تحصل على هذه الندوة سجل اسمك وإيميلك وبالتالي قسم التسويق سوف يستخدم هذه البيانات في عمليات الترويج فهي استراتيجية ناجحة جدا طيب من ضمن الاستراتيجيات استراتيجيات الاعلان الرقمي اعلانات جوجل سناب شات تيك توك تويتر هذه كلها استراتيجية من ضمن استراتيجيات التسويق التحسين محركات البحث اللي احنا سميها SEO أو Search Engine Optimization كذلك من ضمن الاستراتيجيات وهذا شيء يستغرب منه كثير من الناس اعلانات الواتساب لكن هل ارسل رسائل الاعلانية لارقام ما تعرف نشاطي التجاري هذا سلوك خاطئ وغاشم ومستهجن ولا يليق بأي شركة او منظومة تجارية ان تعمد الى هذا الفعل انا فقط استخدم الواتساب في التسويق اللي عملائي انا اللي سبق تواصلوا معي وهذه استراتيجية ناجحة جدا جدا طيب كذلك الترويج بالمحتوى المجاني هذه استراتيجية من اقوى الاستراتيجيات في وسائل التواصل الاجتماعي اني انا اخطط لمحتوى مجاني بحيث اني استقطب اكبر عدد من العملة كذلك من الاستراتيجيات اللي اعلانات عن طريق رسائل الاس وهذه ايضا استراتيجية ناجحة خصوصا خصوصا في رسائل اعادة الاستهداف انا استطيع عن طريق المتجر الالكتروني لما العميل يضيف المنتج للسلة مثلا بعد ساعتين او ثلاث ساعات اذا ما كمل العميل عملية الشراء توصل رسالة اسم اس تعطي خصم حصري مثلا هذه استراتيجية ناجحة جدا ومجربة وفعالة كذلك من ضمن استراتيجيات الترويج عن طريق البريد الالكتروني وهي ناجحة جدا جدا في العالم الغربي وكذلك ناجحة جدا عندنا في العالم العربي وسبب نجاحها الباهر هي التكلفة شبه المنخفضة يعني بالبريد الالكتروني انت على سبيل المثال تدفع اشتراك في المنصة لنفترض لنفترض ان الاشتراك قيمته 200 دولار مثلا 200 دولار هذه انت راح ترسل ايميل الى 10.000 مشترك او 15.000 مشترك 200 دولار انت تدفعها مرة واحدة في الشهر او 2000 دولار في السنة مثلا كم قيمة القيمة اللي تحصلها من الارسال مرتين او ثلاث مرات في الشهر كم هو العائد مقارنة بالقيمة اللي انت تدفعها العائد لا شيء يعني التكلفة لا شيء مقارنة بالعائد المتحقق من هذه الطريقة من ضمن الاستراتيجيات كذلك التسويق بالعمولة ايش يعني التسويق بالعمولة يعني انا كنشاط تجاري اروح اسجل في المنصات اللي تقدم خدمات التسويق بالعمولة للمسوقين على سبيل المثال اشهر موقع عالمي كل هذه منصات تسويق بالعمولة يسجل فيها التجار انا اتكلم عن التجار انا كتاجر كصاحب نشاط تجاري مثلا الجامعة مثلا على سبيل المثال تجي تقول يا أستاذ خطاف عندنا برنامج تسويق بالعمولة أي طالب يشترك في البرامج الجامعية عندنا بيكون لك عمولة بمقدار 10% من التكاليف هذا مثال فهذه استراتيجية ناجحة جدا كذلك الترويج عن طريق المؤثرين زي ما سوت الجامعة لما تجيب واحد عنده مثلا 20 ألف متابع 50 70 100 200 300 500 مليون متابع هذا كلها اسمه ترويج بالمؤثرين هذه هي الاستراتيجيات طبعا الاستراتيجيات هي اللي نحقق من خلالها الأهداف الاستراتيجيات هي اللي نحقق من خلالها الأهداف طيب التكتيك إيش الفرق بينه وبين الاستراتيجيات التكتيك هو ببساطة طريقة تنفيذ الاستراتيجيات التكتيكات هي الطريقة التي ننفذ بها الاستراتيجيات على سبيل المثال في عالم الاعلانات خلونا نتكلم عن استراتيجية مثلا لحظة أنا بتكلم عن الاعلان اعلانات جوجل أنا باستخدم استراتيجية اعلانات جوجل واعلانات سنابشات واعلانات تويتر إيش التكتيك اللي ممكن يكون ممكن يكون على سبيل المثال اعلانات التشكيل الصورية الكلكشن آت هذا تكتيك فعال جدا ويسمح لي أنا كتاجر اني انشر كذا منتج في اعلان واحد هذا تكتيك فعال ممكن مثلا اني استخدم تكتيك اعلانات الكتالوج اعلانات الكتالوج هذا موجود في اعلانات تويتر موجود في اعلانات ميتا موجود في اعلانات جوجل اللي يسمونها اعلانات شوبينغ كل هذا موجود اعلان الكتالوج تكتيك فعال جدا في عالم الحملات الاعلانية على سبيل المثال كلنا يمكن جربنا الفيديو اللي يظهر لنا ويكون غير قابل للتخطي هذا كذلك تكتيك فعال جدا في سنابشات وفي اليوتيوب كذلك اعلانات الخرائط في خرائط جوجل في سنابشات ايضا فعالة للغاية كذلك اعلان القصة او ترينت انا ممكن اذا بستخدم استراتيجية سنابشات اعلانات سنابشات ممكن اني استخدم اسلوب القصة في منطقة معينة او مدينة او على مستوى الدولة حسب الميزانية المتاحة على سبيل المثال اذا بنتكلم عن جوجل احنا عندنا تكتيك اعلان الاعلان مقابل النقرة الاعلان مقابل هو الاعلان النصي وغيرها من التكتيكات طيب نجي للمرحلة الخامسة ما قبل الاخيرة وهي الاجراءات اللي ممكن نسويها عشان نفذ التكتيكات او الخطة بشكل كامل نبدأ اولا بانشاء الحسابات الاعلانية بعدين نبدأ بعمليات الربط التقني بعدين نبدأ باسناد المهام للفريق بعدين نبدأ في اعداد خدمة العمل وما الى ذلك من اجراءات لا بد ان نخطط لها بشكل متقن حتى نديرها بشكل فعال بعد كذا نأتي الى المقاييس او التحكم فعندي انا مقياس في الحملات الاعلانية اسمه الـ CTR او بالعربي معدل النقر على الظهور يعني اذا كان انا ظهر اعلاني الى مئة شخص ونقر عليه خمسة اشخاص اذا معدل النقر على الظهور هو خمسة في المئة وهذا المؤشر مهم جدا جدا في الاعلانات النصية في الاعلانات النصية على جوجل الروز هو معدل العائد على الانفاق الاعلاني معدل العائد على الإنفاق الإعلاني يعني أنا سويت حملة بألف ريال على سبيل المثال جابت لي مبيعات بقيمة عشر الاف ريال إذن الروز هنا عشرة أقسم العائد على التكلفة يكون بقسمة العائد على التكلفة الروز يكون ناجح إذا كان ثنين وطالع تمام؟ الروز يكون ناجح إذا كان ثنين وطالع على سبيل المثال أنا سويت حملة إعلانية بقيمة مئة ريال جابت لي مبيعات بقيمة مئتين ريال إذن الروز اثنين هنا إعلانيا الحملة ناجحة لكن معدل عائد الاستثمار قد يكون خاسر معدل عائد الاستثمار إيش الفرق بين الروي معدل عائد الاستثمار والروز معدل عائد الاستثمار أنا أحسب كل تكاليف المشروع أطرح الإيرادات من إجمال التكاليف وبعدين أطلع المعدل العائد الاستثمار الكلي هذا ما يعنينا الروي إحنا يعنينا الروز لأن إحنا نشتغل على الحملات الإعلانية السي بي اي أو تكلفة الاستحواذ العميل أو على سبيل المثال أنا سويت حملة بميزانية يومية 100 ريال اشترى منها الحملة هذه اشترى منها عميل واحد كم كلفني العميل؟ ممتاز 100 ريال طيب لو اشترى عميلين من الحملة الميزانية اليومية 100 ريال كلفني العميل الواحد 50 ريال لو حصلت أربع مبيعات كلفني المبيع الوحدة كلفتني 25 ريال هذا هو السي بي اي السي بي سي تكلفة النقرة الوحدة قد تكون تكلفة النقرة على الرابط أو تكلفة النقرة على الإعلان النصي بنفس طريقة السي بي اي السي بي اي هو معدل الكونفيرجن معدل التحويل على سبيل المثال اذا زار الصفحة 100 شخص واشترى منهم 5 كم معدل التحويل؟ 5% اذا زار الصفحة 100 شخص واشترى منهم 10 اذا معدل السي بي ار 10 يتم حسبته بقسمة عدد المشترين على عدد زوار الصفحة طيب ليش مهم هذا المعدل؟ لأنه بمجرد أننا نشتغل على حملات المبيعات تكون مهمتنا تحسين هذا المعدل ورفع هذا المعدل تماما؟ السي بي ام هو تكلفة المشاهدة لكل ألف تكلفة الألف ظهور تكلفة الألف ظهور هذا المقياس مهم جدا في حملات تعزيز الوعي يعني أنا إذا أبغى اسمي يعرفه كل الناس أو الفئة المستهدفة فأنا لازم أشتغل على مؤشر معدل الألف ظهور إذا أنا أبغى أشتغل على المبيعات فأنا لازم أعرف معدل التحول إذا أنا أشتغل على سبيل المثال زيارات الموقع الإلكتروني لازم أعرف تكلفة النقرة أو تكلفة النقرة على الرابط إلى آخره طبعا المقاييس لو بنتكلم عنها تحتاج ساعتين أو ثلاث ساعات ما راح ننتهي منها لأن أحيانا المقاييس تستخدم مع بعض أحيانا نستخدم ثلاث مقاييس مجتمعة مع بعض لكن أنا ما أبغى أعقد الأمور ويكفي أن نعرف كل مقياس ولأي حملة يستخدم عند إطلاق أي حملة لابد أننا نسوي A-B-Test الاختبارات هذه جدا جدا مهمة وأفضل أسلوب الاختبارات هو أسلوب 1-2-4 كيف 1-2-4 إذا كان عندك حملة إعلانية فأنا ممكن أسوي مجموعة إعلانية في تتضمن إعلان فيديو وإعلان صورة والمجموعة الثانية تتضمن كذلك نفس الإعلان ونفس الصورة طيب إيش الفرق؟ الفرق في المجموعتين المجموعة الأولى تكون استهداف عام والمجموعة الثانية تكون استهداف مخصص والإعلان الأول يكون فيديو والإعلان الثاني يكون صورة كل ما زادت عوامل في سؤال أو لحظة أستاذ خطاف هل الصوت مسموع الآن؟ أيوة ميني اللي رافع إيده؟ لا يعني اكتبين هو يستكمل لما فيش مشكلة مشانو تمام أوكي طيب طيب الاختبارات هي أنك تسوي حملة إعلانية واحدة بمجموعتين لكل مجموعة استهداف وكل مجموعة تتضمن إعلانين أو أكثر قد يكون الحملة الإعلانية فيها ثلاث مجموهات أو أربع مجموهات كل ما زاد الاستهداف عندك يعني يعني كل ما سويت أكثر من مجموعة باستهداف معين كل ما كان أفضل أنا ممكن أسوي مجموعة إعلانية أستهدف الرجال والمجموعة الثانية أستهدف النساء والمجموعة الثالثة أستهدف الاهتماماتهم الموضة على سبيل المثال مثلا يعني وكل المجموعات فيها إعلانين أو ثلاثة أو أربعة لما أشغل الحملة الإعلانية بعد ما أشغلها بيومين ثلاثة أيام أربع أيام راح يتبين معي مباشرة إيش المجموعة اللي تشتغل بفعالية أكثر إيش الأعلان اللي يشتغل بفعالية أكثر فأنا بهذه الطريقة أكون وصلت إلى أفضل جمهور بأفضل إعلان أفضل جمهور بأفضل إعلان بعد كذا أستمر في الحملة الإعلانية في عندنا الاتصال الإعلاني تكلمنا عنه في البداية في بداية المحاضرة لكن وقت المحاضرة شارف على الانتهاء الساعة خمسة وأنا المشكلة عندي يعني عندي ارتباط بعضكم فما أستطيع أني أكمل أكثر من كذا فنكتفي بهذا القدر ويكفيك كشخص مهتم بتشغيل الحملات الإعلانية أنك تتعرف أكثر على نموذج سوستك ويعني يعني تبحث أكثر عن هذا الموضوع وتحاول أنك تستفيد منه أكثر أنا كتبت مقال في تويتر عن كتابة إعلان نصي أو منشور فعال وبالنسبة لي أنا كشخص أنا أقدم دورات طبعا إذا سمحتني الجامعة أنا أقدم دورات إعلانية في جوجل وفي تويتر وخلونا نتكلم بشكل سريع عن المقاييس إذا كنت ما ليش إذا كنت أنا عندي حملة بهدف المبيعات فأنا عندي مقياس تكلفة العميل وتكلفة المبيعات وإذا كان عندي حملة بهدف الوعي فأنا عندي مقياس الظهور ومعدة للتكرار وإذا كان عندي حملة بهدف مشاهدات الفيديو فأنا يهمني جدا عدد المشاهدات وتكلفة المشاهدة طبعا اقشارة في الوقت على الانتهاء بالنسبة للحضور لكم خصم حصري على أي دورة أنا أقدمها دورة لنات جوجل وتويتر وهي دورة محدثة ومستمرة استخدموا هذا الكود وأعتذر جدا عن عدم الاستمرار لارتباطي بموعد آخر وتشرفت جدا بالحضور لديكم وبجامعة ميد أوشن وأتمنى أن يكون ننطق الاسم صح وشكرا لكم لإتاحتكم لهذه الفرصة وشاكر ومقدر لكم هذه الجهود وهذا التنظيم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا كانت جلسة سرية يعني يمكن إحنا حاولنا نستخدم طبعا نضيفه وعنده طبعا برنامج طويل في اليوم ده ولكن إحنا استمتعنا بالساعة دي وأعتقد أنتم أيضا استفدتم ويمكن ده واضح في الإيميلات زي ما قلنا حضرتكم أي إيميل أنتم سجلتوا به إن شاء الله هيوصلكم الشهادة عليه ومعها الرابط الخاص بتسجيل الجلسة وإحنا إن شاء الله برضو هنحاول نستضيفه في جلسات بقى مستقبلين إن شاء الله وطب أطول في المدة ونتمنى لكم كل التوفيق وطبعا بنشكر الضيف مرة أخرى وبشكرك أستاذ عميرة على إدارة اللقاء شكرا جزيلا لك دكتور شيرين كدواني عميد كلية الإعلام والتسويق الرقمي بجامعة ميد أوشن أيضا نشكر أستاذ خطاف الخطاف على هذا التعاون المثمر أستاذ الحضور شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم ونلقاكم بإذن الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا لكم